الديناسورات حكمت الكوكب لأكتر من 150 مليون سنة وتقريبا عاشت في كل ركن فيه أنواح كتير من كل الأشكال والأحجام وفي منهم اللي كان استثنائي في الحلقات اللي فاتت عرفنا أن تيريكس كان سبح ماهر والفلوسيرابتور كان صياد محترف واتميزت بعض الديناسورات بتصرفات غريبة لكن كل يوم تقريبا بنشوف اكتشافات جديدة في العلم بتعرفنا معلومات عن الحياة اللي كانت موجودة على كوكب الأرض من 66 مليون سنة في الأجزاء اللي جاية هنكتشف حيوانات جديدة وهنعرف إزاي كانوا بيدوروا على بعض ويتجوزوا ويتكسروا وإيه التحديات اللي كانوا بيشوفوها عشان يحموا بعض وإيه شكل المعارك الأسطورية اللي عملوها هنسافر بالزمن لوقت قدمت فيه الطبيعة أكوى عرض ليها يا هلا يا هلا معكم حامر الحسيني والنهاردة إن شاء الله حلقة جامدة جدة لو أول مرة تشوفني اعمل لي لايك واشتراك عشان يوصلك إشعار بالحلقات الجاية العواصف الاستوائية اللي كانت بتحصل عند مصابات الأنهار وبالتحديد في جنوب أوروبا قبل 66 مليون سنة كانت بتجري في الحطام في طريقها مع مجرى النهر التورسور اللي كان بيتعب من الطيران كان بيستريح عليها الأماكن دي ما كانتش أمان لأن المزاسور اللي في المية كان صياط قوي وضخم ودول بالنسباله كانوا وجبة سهلة زي الزلمكسيس الصغير ده البقاء هنا بالنسباله في منتهى الخطورة ما عندوش اختيار غير إنه يسيب المكان ده بسرعة بيروح الحطام في وسط المية لكن أكبر شوي وتقريبا كده مش أول واحد ييجي هنا أنسى من نفس نوعه بالصدفة وصلت قبليه الحطام دي كانت بتفضل ماشية في المية لو حظوهم حلو هتاخدهم لشواطئ الجزر البعيدة عن المفترسين كل ما كانت الجزيرة بعيدة ومعزولة كل ما زاد عليها الإقبال من الحيوانات الأماكن دي كانت موتن لديناصور غريب وخجول اسمه تيسيوسيدورس حجمه وكان صغير ما كانش من العمالك كان بيتميز بمنقار مسنن وفريد بيساعده يقطع النباتات اللي كان بيأكلها الديناصورات العملاقة المتوحشة زي التيريكس ما كانتش بتيجي الجزر الصغيرة دي إطلاقا بالتالي المكان ده ممكن يكون أمان ليها والأطفالها لكن في الطبيعة كل شيء جايز الهاتسيكو بوتريكس تيروسور مفترس عملاق أفضل مكان دلوقتي يستخبوا فيه بين الأشجار الكبيرة بس شكلهم كده هربوا ونسوا الأطفال الأم بعدت وانفصلت عن صغرها الهاتسيكو بوتريكس كانت زكية جدا لعنصر المفاجأة وتهجم عليهم ولو ما عرفتش تصطاد بتغير الخطة بتاعتها بتنتشر في الأماكن المكشوفة زي ما يكون عارفة أن مش كل الحيوانات قدرت تهرأ أفضل فرصة لنجاة الأطفال هم أنهم ما يعملوش أي حرقة وما يحاولوش يجروا أو يهربوا لكن مش كل الحيوانات تعرف تتحدى الخوف الأم فقدت واحد من أطفالها التيروسورات بتسيب الجزيرة وتروح لجزيرة تانية يمكن يحليفها الحظ في سج جديد جزيرة مدغشكر انفصلت عن البر رئيس الأفريقيا من 80 مليون سنة وقت طويل جدا كان كفيل أنه يغير سلوك الحيوانات جوه الجزيرة عن الحيوانات اللي بتعيش في الغابات أو الصحوري ده اسمه السايموسوكاس مش ديناصور هو قريب شوية من عيلة التمسيح كان بيعيش بشكل شبه كامل على البر وبيأكل النباتات بس ما بيأكلش اللحوم اتميزوا بأجسام مدرعة تحميهم من أي هجوم يجيلهم من أي مفترس عايش على الجزيرة عشان كده كان عندهم لم وبالاة ما بيهتموش ما بيأخدوش حذرهم من أي شيء بس أحيانا كان بيظهر المجني جسور من أقوى الصيادين في مدغشكر الأنثة دي بالتحديد عامية لكن في عين واحدة بس وده شيء هيصعب عليها أنها تستور ووقت الجوع بتجري وراء أي حاجة السايموسوكاس خفيفة وبتعرف تهرب وتوصل لكحورها اللي تحت الأرض ولما بتدخل بتقفل المدخل بدهرها التقيل والمضرع وهو ما بيعرفش يدخل فمه العريك جوه الحفرة الدايئة وللأمان السايموسوكاس بتحفر أكتر وبالنسبة للمجنيكوسور انتهت عملية الصيد بالفشل السايموسوكاس مش هو الحيوان الوحيد اللي عارف يتكيف في جابات مدغشكر الجزيرة دي بردك كانت موتن لمجموعة تانية من الحيوانات الغريبة زي أنسها الأدالوس هاريوم من الساديات وطولها ما بيعديش ستين سنتي بتقضي معظم ساعة النهار بتبحث عن طعام تقريبا في بيت في نهاية الجحر ده بالنسبة لها ده مصدر غني بالبروتين لكن أكيد مش تاكلهم لأن ده البيت بتح البيت بدأ يفقس ويخرج منه الأطفال عينيهم لسه مقفولة لكن بالغريزة بيروح عند أمهم عشان يرضعوا بعد شهرين حجمهم بيزيد أربع مرات الأمة عشان تردع كل دول لازم تاكل كتير فبتضطر تسيبهم كل ليلة وتخرج تدور على أكل وزيها زي معظم الحيوانات اللي بتعيش في الجحور والأنفاء غالبا نظرهم ما بيكونش قوي بتعتمد بس على سمح لو سمت حاجة تخوفها بتفضل سبتة وما بتتحركش لما بيمشي بترجع تبحث في الأرض عن النباتات أو الحبوب الأطفال بيكبروا بسرعة وبتكبر معاهم شهيتهم والأم بقيت تبحث عن الطعام بالليل وبالنهار والصغار بقوا ميقضوا أو قط أكتر في الجحر من غير أي حماية لحد ما بيظهر المشيكوسور سياد متعود يمسك الفرائس اللي بتستخبى في الجحور لكن في الطبيعة السياد في لحظة ممكن يبقى فريسة المهداتة سونية تعبان طوله بيوصل لتمانية متر بيعصر الفريسة لحد ما تموت الأم بتحس إن المكان دا بقى خطر أثناء الليل بتطلع ولادها من الجحر الأول مرة لازم كلهم دلوقتي يبقوا قريبين من بعض في جنوب الكوكب وبالتحديد في الجزر القطبية الجنوبية عاش الإمبرابتور ديناصورات سيادة بتحب الدفع زي معظم الديناصورات وعشان تبقى دافية لازم تاكل كتير لازم كل يومين على الأقل تستطفى ريس أصوات التلج بتخفي صوت حركته وده بيساعدها تتحرك من غير ما حد يسمح حد زي مين؟ زي الموارا سور ديناصور نباتي بيواجه صعوبة أثناء الشتاء في المكان دا الإمبرابتور كان متخصص في صيده الموارا سور أسرع منه لكن هم عددهم أكبر كمان دلهم اللي كله ريش بيساعدهم أكتر في الحركة والمنورة في نهاية الغابة في بحيرة جليدية عرضها واحد كيلو ممكن المسافة الكبيرة دي تدي الموارا سور أفضلية عليهم لأنه أسرع الجاري على البحيرة المتجمدة مش حاجة سهلة لكن السرعة دايما بتكسب في المساحات بعد الجزر صغيرة جدا وما بيكونش فيها حيوانات عملاق لكن ساعات بيجي لها زوار الهاتسيكو بوتريكس سطاد تيسيوس دورس وزنه يمكن 20 كيلو الهاتسيكو بوتريكس طوله 5 متر وعرض جناحه بيوصل لتسعة متر لما بيفردهم واحد من أقوى تيروسورات المفترسة جي المكان ده عشان يكشف عن جانب تاني في شخصيته الجانب الرومانسي رتب المكان وهيعمل عرض لأي أنسة عد في الجو هو عايز تجوز وممكن يفضل هنا الفترة طويلة لحد ما يجي له رد الأنسة اللي بتهتم بتيجي وهو لازم يكنحها وفي نفس الوقت يخلي باله نقرة واحدة منها ممكن تضيع له موسم التزاوج كله بيحاول يثبت لها أنه صياد ماهر كسيب وبيعرف يجيب لقمة عيشه لكن هي لسه منبهرتش بيقدم لها دعوة ترفع راسها وتقرب منه وترفع راسها لأنها لو ما عملتش كده ممكن منقرها يخرمه قدامها دلوقتي أنها تقبل أو ترفض بس واضح أنه في قبول لكن ذكر ريخم تاني بييجي سنه صغير وممكن يكون لازم يتخلص منه ويبعده قبل ما الجوازة ببوس بعد ما بيبعده بيرجع يكمل الرأسة ومراسم التزاوج الموضوع كله ما بياخدش ثواني والأنسة بتسيبه بعد التزاوج وبتمشي الجزر الصغيرة اللي كانت موجودة على الكوكب شاهدت لحظات مهمة في حياة بعض المخلوقات الغير عادية والمميزة وهنا تكون خلصت حلقتنا لو عجبتك أتمنى تعمل لنا لايك واشتراك وتقول لنا رأيك في الكومنتات اشتركوا في القناة